خليني الأول أبدأ بمقدمة أراها واجبة علي أولا كصديق وزميل وعشرة عمر بدأت من وانا عمري حوالي 14 سنة تقريبا مع الصحفي والكاتب والإعلامي الكبير رحمة الله عليه والبراشي الذي لا يزال حيا بيننا بتحقيقاته الصحفية شديدة التميز الحقيقة رائعة التميز رفيعة المستوى حلقاته شديدة الأهمية جلساته الحوارية والنقاشية الكثيرة هذا الرجل الذي بدأ هذا البرنامج وبدأ بمنتهى النجاح من الحلقة الأولى فيعني وراجل الحقيقة كان من أقرب الناس لقلبي جدا يعني وكان هذا الرجل دائما أتذكره بالخير ويمكن أقول لكم على حاجة غريبة دائما إحنا سيرة الأستاذ وائل الإبراشي موجودة على لساني أنا وزملائي في البرنامج وبعدين نجد وانا بكلمكم بأمانة شديدة نجد ان احنا بنقول بالضبط كده ما بين اللقب وما بين دونه يعني نقول واقل الأستاذ وائل فبنقول الله يمس سيب الخير وبعد كده نسكت للحظة أي حد فينا الله يرحمه وعلى ما يبدو ان عقولنا مش مستوعبة انه توف وعلى ما يبدو انه شخصيته الساحرة وحضوره الطاغي لازال موجودا حتى هذه اللحظة في وجدنا وأعتقد في وجدان كل من شاهده وكل من تابع تحقيقاته التلفزيونية كانت أو المنشورة الحقيقة من أيام روزا اليوسف ويمكن دي كانت بداية تعارفة علي وانا عندي 14 سنة أنا زاك كان الأستاذ وائل رحمة الله عليه لسه متخرج جديد من الجامعة وجي على روزا اليوسف طبعا انا بحكي لكم باعتبر ان انا الكبير اطلاقا انا كنت عيل عند 14 سنة وقتها فكانت والدتي هي رئيسة هذا القسم كانت تحديدا قسم الشؤون العربية كانت رئيس قسم الشؤون العربية وقتها وكانت مدير تحرير لمجلة روزا اليوسف الغراء ووقتها أول من استقبل أستاذ وائل كانت والدتي الله يديها الصحة أستاذها تحية عبد الوهاب وكانت أول مرة أشوف أستاذ وائل كان مع أمي ومن وقتها كان هذا الرجل يتعامل معي بمنتهى اللطف والمحبة والدفء ويتعامل معي دائما بصفته أخ أكبر لحد ما كبرت شويتين وعدت حوالي تقريبا أربع سنين ورحت علشان أشتغل في روزا اليوسف في قسم الترجمة وأحيانا في إعداد بعض المواضيع وما إلى ذلك وكان يرأس تحريرنا أنا داك الأستاذ عيد الحمودة الله يدي له الصحة وساعتها أمي وأستاذ عيد الحمودة قالولي أنت هنا هو زيك زي أحد بل أنت أقل الموجودين لأنك الأحدث في السن والأقل في الخبرة فمين بقى اللي استقبلني كان اتنين الأستاذ عصام زكريه الله يدي له الصحة وكان هو المسؤول عن قسم الترجمة في روزا اليوسف والأستاذ وائل كان هو اللي بيستلم الدسك وكان يدوب آخر سنة في روزا اليوسف للأستاذ إبراهيم عيسى قبل ما يبدأ التجاربه الناجحة الكثيرة فيما بعد وبقيت عهدة الأستاذ وائل والأستاذ عصام والحد دلوقتي أفكر دايما أستاذ عصام وكنت أفكر دايما أستاذ وائل رحمة الله عليه بكل اللي أنا عملته فيهم لأني طول عمري كنت شخص دائم الشغب جبت لهم مشاكل كتير حقيقة مع أستاذ عيدل بس هما كانوا حقص صد عظيم يعني فالحقيقة ربنا يدي الصحة طبع الأستاذ عصام زكريا والأستاذ محمد هاني ويرحم من توفوا يعني وبقوش موجودين معنا زي الأستاذ وائل الأستاذ عبدالله كمال وجب أن احنا نتذكر الأستاذ وائل الإبراشي بكل خير زي ما كنت بقول لكم هو يعني كان واحد من واضعي لبنات الأساس لهذا البرنامج بدأوا بنجاح من الحلقة الأولى بل من فقرته الأولى أيضا ولزال أعتقد أنه يعني البرنامج يلقى أظن يعني نجاح جيد في وقبول في نفوس حضراتكم وفي عقولكم أولا وهو الأهم يعيش دائما بيننا الأستاذ وائل بكل ما قدمه في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج وفي تجاربه الصحفية الكثيرة وطبعا في أولها روزال يوسف الله يرحمه